اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله باش نشارك معاكم ادبارة نمضانية جديدة وصفيت متنوعة ساهلين وبنين برشا وبما أنه الليلة هي ليلة 27 المينويم بتاعنا بشيكون فيه كسكسي بالعلوش شربة شعير بالجيج تاجين ملسوقة صلاتة مشوية وصلاتة تونسية إن شاء الله الفيديو يفيدكم وتاخذوا منه أفكار وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعديو باش نشوفوا المكونات وطريقة التحذير وتوا باش نبديو باسم الله أول حاجة باش نعملوها باش نفوحوا الحمم تاع الكسكسي عندي تقريب زوز كيلو استعملوا لحسب عدد العائلة اللي عندكم قصيت عليهم بصلة متوسطة نقصوها جوينح وباش نصبوا عليهم 100 ميلي لتر زيت زيتونة ممكن تعاوضوها بالزيت النباتي توا مزيل عندي صباح بكري باش نفوحوا الحم نخليه في الفيحة متاعو وباش نرجع نطيبو العشية أقل شي خليوه سويعة في الفيح وعندي 3 مغارف أكبار من الطماطم المعجونة هذه يدوب الكنسونتخي هذه باش نطيبو بها 750 جرام من الكسكسي إذا كان استعملتوا طماطم عادية 3 مغارف يطيبو لكم رتل الكسكسي انتو مونوعية الطماطم وعندي مغارفة صغيرة من الكركم شوية فلفل أكحل وعننا زوز مغارفة صغار من الفلفل الزينة الأحلوة عندي لهنى شوية فلفل مهروش تقريبا ثلاثة جرينات رحيتهم في الروبو الفلفل اللي نحضروا بيه لهريسة العربي نحيط له الزريعة ورحيته وباش نزيد ذرة صغيرة منعود لقرنفل المرحي على رأس المغارفة الصغيرة باش نخلطوا المكوناتها ذوما مليح من بعد باش نزيد عليهم شوية ملح نزيد نخلطهم شوية ونخليه واللحام نطيعنا يرقد في الفيح متاعه على قد ما تخليه على قد ما يجيكو مبن لهنيته في المرحلة الثانية باش نطيبوا الجيج متع الطاجين وباش نشوي وصلاته اخذيت في الطنجرة هذية راس بصال متوسط رحيته واخذيت معاه نصر راس ثوم حتى هو رحيته صبيت عليهم شوية زيت نباتي وباش نحط نقليهم على النار متوسطة وفي الجيهة الثانية حتي تشوية على النار باش نبدأ نشوي اول حاجة الفلفل السلطة ماذا بيكم يا اما تشويها على الفحم وإلا تشويها على النار باش يجيكم الطعم امتحة بنين وفيها الريحة متاعش شوي باش نقعد تو نقلب فاكل فلفل كل مرة على جيهة حتى لينيت شوي من جهات الكل وفي نفس الوقت هو كنحرك في البصل والثوم باش يذب لوم ليح من بعد باش نرجع نزيد عليهم قطعمة جيج عندي لهني قطعم صدر الجيج اغسلتهم ونظفتهم ممليح استعملت صدره نص باش نحط نقليهم شوية نقلبوهم كل مرة على جيهة ونرجعهم من بعد باش نفوحوهم لهني كما شفتوا خذيت ساشي بلاستيك قرينات الفلفل اللي نكملونا شويهم نحطوهم في الكيس البلاستيكي باش الصخانة متاحة مترجع عليهم وننجم ونقشروهم بكل سهولة لهني بعض ما قالينا جيج مليح زدت عليه ورقات رند وباش نبدا ونفوحو حطيت مغرفة صغيرة كركم مغرفة صغيرة تابل وكروية شوية سكنجبير نص مغرفة صغيرة تقريبا شوية فلفل لكحل شوية ملح وباش نحرقوا المكونيته ذوما نزيدو نقليهم تقريبا مدة تقيقة ونرجعو باش نمرقوا تنجرة متاعنا بالماء سخون بالنسبة لسكنجبير يبنن برشة جيج لكن اذا كان ما عندكمش تستغنوا عليه نمرقوا تواب كمية بهية من ماء سخون ما يغمنا القطاع متاع الجيج ونغطيوه على التنجرة متاعنا ونخليوها تطيبة على راحتها حتى لين تنشح من كمية الماء القل حطيت لهنيتها وشوية اخرى خذيت ثلاثة كعبيتة تماطة مخصلتهم ونشفتهم وخذيت معهم راس ثوم متوسط وراس بصلة صغير حتى هذو ما زادة باش نشويهم باش نعملوا بيهم صلاتها المشوية ارجعنا لهنيتها وش نبدأوا نطيبوا الكسكسي اخذيت المقفول اللي باش نطيب فيه عبيت فيه كمية ملماء البارد اقل شوية مشتر باش نحطوا فيه تواطريفات الحم اللي فوحناهم باش نطيبوا الكسكسي متاعنا في البارد اذا كانت حبوا طيبوا كسكسي بالحم البقري اسبقوا شاركت معاكم الطريقة تو نخلي لكم رابط الفيديو تحت العنوان الكسكسي بالحم البقري يختلف على الكسكسي بالحم العلوش نهبتوا كمية الفيح اللي قعدت في الصحفة و باش نشعلوا عليه نارة قوية من وقت اللي يغلي نقصوا في النار نخليوها نار متوسطة و نتعديو باش نحضروا الكسكسي اخذيت لاني 750 جرام من الكسكسي جويد اذيه كسكسي باكويت حطيت عليه شوية ملح مغرفة صغيرة فلفل زينة حلوة شوية زيت نباتي باش نخدمه مليح بيديا نغلفه حبيت الكسكسي بالزيد في نفس الوقت حطيت الماء يسخن على النار من بعد ما نخدموه مليح باش ناخذوا الكسكيس نصبوا عليه كمية من الماء سخون قد ما يغموا قد قد و نخليوه يرتاح من 4 ساعة حتى العشرين دقيقة يتشرب كمية الماء بتاعو من بعد نرجعو نحلوه يتحل بكل سهولة يجيكم و نفرق كل كعبة وحدها و تربحوا الوقت عبارة فورتو تفويرة كاملة هذه نفس الطريقة اللي نفور بها الكسكسي شفتوها معايا في الفيديوهات الكل و اذا كان عندكم طريقة خاصة بيكم تحبوا تتبعوها تنجموا تعملوا بيها ما تكثروش في كمية الماء قد ما يغموا قد قد لا هني كما شفتو الكسكسيراني حطيت فيه شوية من عضل قرنفل الكسكسي دي ما كيخبيه نحط فيه عضل قرنفل يحافظ عليه مدة طويلة و يبنوا برشاكين طيبوه اخليت لهني كسارونا حطيت فيها كمية من حمص المنفخ صبيت عليه شوية ماء بارد زدت معها شوية كركم و سنة ثوم قسمتها على أربعة و بش نخليوه يطيب على النار هذي بش نزينو بيها الكسكسي من بعد تعدينا لهنيتو بش نطيبو الشربة بش نعمل شربة الشعير بالجيش بش نطيبها بالجوانح اخذيت شوية بصل رحيتو تقريبا نص قعبة بصل زو سنينة ثوم زيد رحيتهم مغرفة كبيرة من تماثم المعجونة شوية كرافس ومعدنوس الكرافس خرجتو من الكونجيلاتور بش نزيد عليهم أربع مغرف كبار من شربة الشعير الشعير هذي راني محمرته في القلية دي مشعير كيف تقليوه واللي أبن الوصفة هذي اكس بريس كل شي مع بعضه اسبقوا شاركتها معاكم في فيديو بالتفصيل زدت لهني شوية زيت نباتي تقريبا ثلاثة مغرف كبار وبش نحط نقليهم على النار نمرقوا بشوية ماء ونبدأوا نفوحوا الشربة متاعنا بش نحط نصايف مغرفة صغيرة تابل وكروية نصايف مغرفة صغيرة في الفلزينة حلوة نصايف مغرفة صغيرة كركم شوية ملح بش نزيد جوانا حد جيج هذو ما خرجتو من الكونجيلاتور كيما شفتو مازالوا لاسقين حتيتو كيما هوما خبيتهم راني مخصولين نضاف نزيد ونقليو المكونات مدة تقيقة وبش نمرقوا تنجرة متاعنا بكمية بهية من الماء سخون الماء سخون يغلي بش نصب تقريبا اترا وربع مي طيب لنا الجيج والشربة نغطيو عليها ونخليوها تطيب في راحتها ونرجعو من بعض بش نزيدوها شوية فلفل اقحل وشوية زيتونة زيت لهنا طابع من الكنور اذي كنور منزلي خدمتو واحدي في الدار الطريقة سبقو شركتها معاكم يبنن الميك لبرشا اذا كان عندكم استعملوه اذا كان ما عندكمش استغنوا عليه ارجعنا تول الكسكسي خلينيها تشرب كمية الماء طيب بش نبديو نحلوه يتحل معاكم بكل سهولة عبارة فورني تفويرها كاملة يجيكم طايب في حقو في نفس الوقت يكونوا نفرق كل كعبة وحدها اللي ما يعرش الطريقة هذية يجربها وبقدرة ربي رحملي على والدي ومعاش يبدلها جملة عبارة بش نفورو كسكسي العولة نفس الطريقة نخدمو بها الكسكسي الباكويت طيب بليش نحلو شوية وبش نهزو نفرغوه في الكسكيس ونحطوه فور هذية المرقة متاع الكسكسي كيما شفته نقصت شوية في كمية الماء عندها نصيف ساعة ملي حطينيها تغلي على النار الحمم متاع العلوش طاب شوية طيب بش نحطو الكسكيس نفرغو الكسكسي وبش نحطوه فور بش نفورو تفويره وحده الوقت اللي طاب فيه الحمم العلوش تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة ونرجعو من بعد بش نقلبوه ونحلوه هذية الحمص اللي حطينيه في الماء طاب زبدة بش نزيدو عليه شوية ملح وبش نعود الرجو على النار يهز غلوة مدة تقيقة وبنرجعو من بعد بش نصفيوه ونزينو به الكسكسي في الأخر تعدينا بش نطيبو تاجين الملسوقة اخذت الصحفة هذية حطيت فيها شوية زيت نباتي وزدت فيها مغرفة من السمنة اللي هي زبدة حيوانية غليتها على النار نحيت منها كمية لحليب حطيت في الصحفة هذية شوية معد نوس مقصوصة جويد وسمطت زوس كعبية عظم بش نقصهم طريفات صغار وعندي الهني كمية من جبن استعملت ميتين جرام فوماج إيمانتال شوية جبن ملح شوية جبن شرائح قطعتو وعندي أربعة طيبع من جبن المثلثات حتى هما زيدة بش نقصهم قطع صغار بالنسبة للجبن استعملوا أي أنواع متوفرة عندكم المهم يكون الطعم بتحبنين هذية جيجلي طيبناه خليته برد من بعد فتفتو هذيك التخطوخ متاعو زيد حطيتو في وسط الطاجين هذيك هو سر البنة لازم يقعد في الأخر التخطوخ العاقد عندي زوز كعبية بتاتا متوسطين قصيتهم مكعبات وقليتهم انخلطوا المكونتة ذوما مبعادهم بش نبدأ تاو نزيد في العظم اللي هو البيض الخليط متاعنا ما يلزمش يكون جيري برشة بش الورقة ما تتبلش مش كما الطاجين العادي فقصت لهناتا وفي لول أربع كعبات بش نعمل عليهم عصر قارس نركضهم شوية نصبهم على الخليط نخلط ونشوف من بعد راني بش نزيد كعبات أخرين لكن انتو ما تحطوا بش شوية وتشوفوا مازال الخليط متاعنا ناقص زدت فقصت ذوز كعبات عظم زدت عليهم عصر قارس نخلطهم شوية وصبيتهم على الخليط بش نزيد نكمل ذوز كعبات أخرين هذي بش ناخذ الأبيض متاحة نخليها على جنب بش ندهنو بيه تجين الملسوقة في الأخر بالكل بش الورقة تجينة مرتوبة ومتبديش طائرة هذه هو الخليط متاع التاجين أحذر نتعدى وتوا بش نخدم تاجين الملسوقة أخذيت باكو من عجين تلفيلو بش نعوذ بيه ورقة الملسوقة أنا ما تحصلتش عليها لهنا ما تتباعش إذا كان لقيتو ملسوقة باكويت تخدمو بيه يكون أحسن عجين تلفيلو زد عطاتني نتيجة بيه لكن أنا نفضل ورقة الملسوقة واستعملوا ملسوقة باكويت رأي النتيجة امتحها خير من الملسوقة دياري بالنسبة لتاجين الملسوقة والبريكل اللي طيبوه في الفور لكن البريكل اللي تقليوه استعملوا ملسوقة دياري يكون أحسن أخذيت البلاتو تاولي بش نطيب فيه ادهنتو بشوية زيت وسمنة السمنة نعاود نفكركم راهي زبدة حيوانية نغليوها على النار نحيو منها كمية لحليب واخذيت تاولي ورقة متاع الفيلو كل ورقة بش ندهنها بالزيت والزبدة وبش نحطوهم في التبق كيف نحطوها في التبق نخليو اللي جنيب امتحها شوية خارجين إما شفتوا الورقة رهيفة برشا فيه سعمة تقطع يا ذيك عليش يكون أحسن تستعملوا ورقة الملسوقة لكن حتى ذي راي في البنة جيت بنينا برشا وتتقارمش تاولي بش نكمل بنفس الطريقة كل مرة ناخذ ورقة من الفيلو وإلا ورقة من الملسوقة إذا كان لقيتوا أوريق الملسوقة بش تدهنوها بالزيت والزبدة الزبدة تعطي البنة والزيت يعطي القرمش لكن الزبدة لازم تنحيو منها لحليب ما كانش راوي بل للورقة لهنية تاولي بش نعكس بش نحط الورقة بالعرض زوز ورقات لولانين حطيناهم بالطول وتاولي بش نحطو الأوريق بالعرض عاود حتيت تاولوريق بالطول نخدمه مرة طول ومرة عرض ودي ما تخليوا لجنبهم تاولوريق خارجين هذوكم بش نغطيوا بهم التاجين من الفوق وإذا كان استعملتوا أوريق الملسوقة تعملوا أقل طبقات هنا لهنبي مأني استعملت عجين تلفيلو كما شفتوا رهيفة برشا هذي كعليش كثرت شوية في الأوريق بش الحشوة ما تخرش نفرغوا تاول الخليط اللي حذرناه نحاولوا نوزعوه الكلو بالتساوي وبش ناخذ ورقة أخرى من عجين تلفيلو ندهنها بشوية زيت وزبدة وبش نغطيوا بها التاجين متاعنا نزيدوا ندهنوها بشوية زيت وزبدة من الفوق وتاو بش نبدأوا نرجو عليها في الأوريق اللي خلينهم خارجين على جناب كل مرة نحطوا الأوريق من جهة ونزيدوا ندهنوا بالزيت والزبدة حتى لين نكملوهم الكل تاوى اخر حاجة بش ناخذوا أبيض البيض اللي خلينيه ندهنوا به الوجه متاع التاجين حتى كان استعملتوا أوريق الملسوقة تدهنوهم بأبيض البيض تخليه يحافظ على شكله ما كانش راهي الورقة تتنفخه وتترشق بش ندخلوا نطيبوه في فور سخون من قبل على ميتين درجة النار تشعل ملفوقه من اللوته حطوه في الوسط وقت اللي تشوفوه تحمر بالجداء تعرفوا ليه هو تاب هذي هي شربة متاعنا تطعبته حضرت تطفيت عليها النار تاوى بش نزيدها رشة في الفل أكحل وخوية مزيزيتونا إذا كان عندكم كرافة سخضر تنجموه تقصو شوية وتزيدوه في الاخر بالكل بالنسبة ليه أنا ما عنديش ما حطيتش تعدينا لهنا تاوى بش نحلو الكوسكسي هذي هو بعد مفور مليح تاوى بش نحلوها شوية وبش نزيدو عليه ثلاثة مكونات هما سر البنة متاع الكوسكسي عندي لهنا سمن الحر بش نحط منه مغرفة كبيرة هذي سمن محضرته وحدي الطريقة سبقه شاركتها معاكم السمن هذي حضرته معاكم في فيديو ديما نحضر كمية كبيرة متاع عام كامل السمن يعطي بنا كبيرة في الكوسكسي خاصة كي بده سمن جديد ماهوش قديم برشا واذا كان ما عندكمش السمن عوضوا بالزبدة تكون زبدة متاع بقر وبش نزيدو شوية فلفل لكحل ماذا بيكم ترحيوه في وقته وإلا تهرسو في وقته تكون فيه نكهة أبان وبش نستعملو شوية قرفة مرحية هذومة ثلاثة مكونات يزيدو شطر البنة في الكوسكسي السمن والقرفة والفلفل لكحل سبقوا شاركتهم معاكم في الفيديو متاع كوسكسي العرز طيب نابل الحمل بقري ونفس الشي إذا كان بش الطيب وكوسكسي للمناسبات بالحمل علوش تستعملوا ثلاثة مكوناتها ذوما السمن والقرفة والفلفل لكحل وجربوهم وتو تشوفوا البنة طيب بش نبردو الكوسكسي متاعنا نحلوه بالسمن وبش نرجعو نصبو عليه المرقم تاعو هذه هي المرقم تاع الكوسكسي كيفش نتحصلو عليها زيت نرميد فيها جريم فلفل أخضر شقيته في الوسط لازم تكون لونها أحمر وتكون خاثرة بش نزيد نعمل لها رشة فلفل أكحل وهذي هي عنا حضرت بش نتعدي ونسقيو الكوسكسي هذي هو الكوسكسي متاعنا بعد محلينيه وبردنيه شوية ونصبو عليه توا كمية من المرقة حطيت الكسكيس بش نصب المرقة بشكيكتها بتصافية دي ما تصبو المرقة على الكوسكسي وهو دافي ما تصبوش عليه المرقة وهو يبدأ سخون ما كانش راوي عجن وما يشربش المرقة الكوسكسي دافي والمرقة سخونة توا بش نخلط الكوسكسي نخليوه يشرب شوية وإذا كان حسينه هنا قص نزيدوه كمية أخرى من المرقة بش نخليه توا يتشرب شوية من بعد راني زدوه كمية أخرى متاع مرقة لكن ما صورت الكمش وانتو معينكم ميزينكم على حسب نوعية الكوسكسي بش يستعملوها تعديت له هنا توا بش نفوح حصلتها المشوية من بعد مشوينيها على النار خليتها بردت في السشي رجعت قشرتها خليتها استقطرت في راحتها من بعد هرستها في المهريس تحصلنا عليها سلوك بالشكل ذي أحسن طريقة تحضروا بها صلات المشوية الزمنية انكم تهرسوها في المهريس ما شاركتش معاكم المراحل الكل على خطر الفيديو قد منقصت فيه طويل وصلات المشوية سبق وشاركتها معاكم بالتفصيل في فيديو تو نخلي لكم الرابط تمتعوا في صندوق الوصف زدت عليها شوية تابل وكروية شوية ملح شوية زيتونة وباش نكمللها عصر قارس ونخلط المكونات الكل وهذه هي صلاتة عنا حاضرة من أبن ما تاكلوا من أبن أنواع سلايت اللي تحضروهم هم صلاتة المشوية باش نحضر زيدة صلاتة تونسية المكونات امتيحها هم الفقوس الفلفل التماطم كعبة تفاح إذا كان عندكم الكل هم باش نقصهم مكعبية صغار من بعد باش نفوحها بشوية نعني عشيح شوية ملح زيت زيتونة وقارس ونخلطوها وتكون عنا حاضرة والوصف أسبق وشاركتها معاكم في فيديو وبالتفصيل تو نخلي لكم الرابط تمتعوا في صندوق الوصف ارجونا تو باش نزينوا صلاتة تمتعنا هذه الصلاتة المشوية حتيتها في صحين زلت عليها شوية زيت زيتونة اسمت لها زوزك عبية عظم كل كعبة باش نقصها على أربعة وباش نكمل نزينها بكعبية زيتون وشوية تون وهذه هي عنا حاضرة نقدموها بشكل ذي من أبن ما تاكلو هذه هي الصلاتة تونسية كيفاش نتحصل عليها تو باش نفرخها في أصحنا وباش نزينها بكعبية زيتون جرى قارس طريفية تون حتى هي زيدة من أبن أنواع الصلايت اللي تحذروها الصلاتة المشوية وصلاتة تونسية من أكثر الصلايتة اللي يمشيوا مع الكوسكسي ونحذروهم برشة في المناسبة في تونس هذي هو التاجين متاعنا طاب وحذر خليته برد شوية من بعد قلبته في صحن زيت زينته بشوية فصدق مرحي وحطيت عليه جرى قارس جاء ما شاء الله نودكم ومن شاهيكم لها نتوقعنا كيفاش نزينه الكوسكسي متاعنا باش نحطه في تبسي فخار وباش نزينه بطريفات الحم زيت قليت له غرينات فلفل أخضر واخذيت شوية زبيب نفختهم في مازهر خليتهم منفخين شوية بشكيك يولي تري وطعم متاعه بنين والكوسكسي في تونس اللي نحضره للمناسبات نزينه ديما بالحمص والزبيب ومن عملوش فيه الخضرة نجم زيدة تحطوا عليه المكسلات سبقوا شاركتوا معاكم في فيديوهات سابقة اليوم الكوسكسي هذي حطيت فيه حمص والزبيب وزيت اسمت له كعبة عظم زينته بالعظم وقليت له غرينات فلفل جربوه بالطريقة هذي وبقدرة ربي ترحموا لي على والدي من أبا ما تاكلوا وكما قلت لكم إذا كانت حبوا طيب وكوسكسي بالحم البقري تو نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف هذه هي دبارتنا لليوم إن شاء الله عجبتكم وتجربوها وتنجحلكم نودكم ومنشهيكم وإن شاء الله قسمكم في الجنة إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم زد قصيدة شوية غلة وحطيتك عيبات مقروض من اللي حضرته معاكم تو نخلي لكم رابط الفيديو تحت العنوان إن شاء الله الفيديو فيتكم نتقابلوا في وصفات أخرين وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كيفية له ولا مؤوي إن شاء الله رب يدوم علينا وعليكم النعمة إن شاء الله رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويبلغنا ويبلغكم العيد على خير ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة